اليومين اللي فاتوا كان فيه موقف وواقعة للأسف مرة تانية بنعود نتكلم عنها مصر من 2016 الحمد لله أوقفت الهجرة غير الشرعية مفيش مركب طلعت من مصر من شهر سبتمبر 2016 إلى أي دولة أوروبية نجحنا في هذا الأمر والعالم كله جاهد لمصر ألاقي اليومين اللي فاتوا مركب طلعت من إحدى الدول القريبة أو المجاورة اللي جنبنا وعليها مجموعات كبيرة منهم مجموعة من المصريين الشباب خدوا المركب مع أفرق ومع غيرهم كتير مركب كان عليهم فوق ستين سبعين واحد رايحة أوروبا زي ما حاكم بتشوفوا كده ده المشهد المركب واللي كانوا على المركب منهم مجموعة من قرية تلبانة في محافظة الدقاهلية أولا 11 واحد من اللي قدامكو دول غيره ربنا يرحمهم وأنا هنا سؤالي إذا البلد أفل هذا الأمر تماما وأغلقنا حدودنا تماما على أي هجرة غير شرعية من أراضينا وحدودنا يعني الموضوع ده بنسبلنا خلص إزاي نازل دول وأهلهم كمان أهليهم وأنا بقول له أهليهم أنت تسمح لولادك النهاردة تجمعوا لهم فلوس آلاف جنيهات عن طريق الشركة شركة موجودة في محافظة أيضا في نفس القرية وبالنسبة داخلية أبطت على صاحب الشركة اللي هو صفر 11 واحد و11 غرقه فإذا هذا الأمر النهاردة اتعدي الحدود حدود بلدك بطريقة غير شرعية وبحجة أنه فيه البعض منكم رايح يقابل أخوه هناك اللي موجود في الدولة ليبيا عشان تبقى الأمور واضحة ومن هناك تخرج مركب اللي قدامكم عشان تطلع إحدى الدول الأوروبية ويحدث ما يحدث ونجد مرة أخرى الناس بتموت السؤال هو مصر النهاردة فيها فرص عمل لم يحدث في تاريخنا هذه الفرص الموجودة الآن زمان كان الناس اللي ما بتسافر وتروح العراق وتروح ليبيا وتروح هنا وتروح هنا وأوروبا وغيره وغيره عشان ما كانش عندنا فرص العمل موجودة النهاردة النهاردة عندنا يعني في الده أهلية عندكو ده أنت عندكو المنصورة المنصورة الجديدة واحد مشروعات قومية اللي محتاج فرص عمل اللي جنب بيوتكو يعني يعني تاخد عربية تبقى نص ساعة واللي أقل من نص ساعة موجود في مدينة المنصورة الجديدة العالمين جنبك الناحية التانية فيها مشروعات جنبكم فيها مشروعات عندنا في القاهرة في مشروعات يعني ما فيش حتة في مصر ما فيش مشروعات اللي هي عزة شباب مصر الدولة لما عملت هذه المشروعات وبتعمل عشان اوفر فرص العمل عشان امنع اي واحد يفكر يسافر برا فرصة العمل موجودة عندي موجودة هنا ولا تتعب ولا تغرأ ولا تتبهدر ولا علتك يفقدوك وبتدفع الاف جنيهات عشان تجد فرصة عشان تروح برا او في الاخر ايه المصير في الاخر ايه يعني اهليكم النهاردة وانا وانا اسف يعني وانا طبعا بعزيهم وبعزي كل الناس ولكن بقولهم كمان انتو عليكم اخطاء كبيرة ازاي انتو تسمحوا لولادكو انهم يجمعوا هذه الاموال وتجمعوا الاموال عشان يسافروا عشان في الاخر مصيرهم الغرأ مصيرهم الغرأ وانت فرص العمل جنبك هو برا هياخد كام طب ما تشوف فرصة العمل اللي موجودة عندك هنا في بصر تاني بقول فاهالي كمان الشباب اللي هو قالك ان انا راح ادوره طب فرص العمل اللي موجودة عندك هي الدولة بتعمل كل ده ليه ده جنب بيتك ده جنب محافظتك ده جنب قريتك مشروعات ده بيتك ده جنب بيتك فيه مشروع حياة كريمة هو انتو النهاردة في المنصورة مش عندكم ولسه كنا لسبوع الفات بنتكلم على المنصورة وعلى سواج وعلى الغربية محافظات كلها حياة كريمة يعني جنب بيتك جنب بيتك فيه مشروع ادخل في حياة كريمة واشتغل معهم وخد اقبض منهم كل شهر بدل ما تروح وتغرأ في البحر ولا لقيت فرص العمل وفقدت نفسك وخسرت فلوسك وخسرت حياتك لانه فيه كمان زي بقول كده بعض الناس فاكره انه الموضوع برا برا ما بقاش فيه برا ما بقاش فيه فرص عمل برا ما بقاش فيه شغل برا ما بقاش فيه فلوس برا ما بقاش النهاردة يشغلوا الناس زي الاول وانت النهاردة بتعمل ده عشان ايه وانا بقول لك في بيتك في قريتك النهاردة تلبانة او هنا او غير كل قرى مصر النهاردة فيها شغل انا ابسط شيء مش هقولك العالميان انا بقول لك عندك حياة كريمة اشتغل في حياة كريمة رحت وقلتولهم عايزين اشتغلوا حد قالك لأ ده انت هتاخد فلوس مش هتدفع فلوس ادفع فلوس عشان اروح اموت زي ما انا بشوف المشهد اللي قدامنا ده بصوا المركب عليها كمواحد وطبعا هو فيه افارقة وفيه جنسيات مختلفة والمركب دي مش من عندنا طلع من يعني دولة مجاورة دولة شقيقة مجاورة لنا عشان تعالوا يا جماعة نروح طيب انا النهاردة وانا بتكلم على ده مرة تانية بقول بلدنا اللي نجحت انها تغلق تماما حدودها امام اي هجرة غير شرعية زي اللي قدامنا ما بقاش حد النهاردة بيتكلم على مصر انه فيه مراكب بتخرج تروح اوروبا ما بقاش خلص الموضوع ده من خمس سنوات ما عندناش الكلام ده على الاطلاق الناس تتحايل وتخرج بطرق غير مشروعة وتعبر حدود عشان تروح دولة اخرى عشان تتحايل على هذا الامر على قوانين وبالتالي الاقل الناس زي خارجة رايحة تاخد مركبه في الاخر تعالوا لحقونا ادور الناس بتدور على ايه هو حد عارف النهاردة حد قاعد يدور حد قاعد النهاردة يشوف غرقه فين وناس ثانية مفقودة وناس ثانية محدش عارف فين ده بتكلموا على العداد كبيرة جدا وانا بقول للاهالي ارجوكو رحمة بولادكو ورحمة بيكو ورحمة ببلدنا ارجو تاني اي حد يعمل ده بيرتكب جريمة في حق نهاردة حق ولاده البلد النهاردة محتاجة ولادها للشغل البلد النهاردة عندها مئات مئات الاف المشروعات عايزة كل شاب النهاردة يشتغل اي فرصة عمل موجودة في بلدك مش موجودة برا برا مفيش برا مفيش استقرار برا عندك انت الحمد لله استقرار الناس بتيجي تبقى عايزة تشغل في مصر النهاردة شركات كبرى في العالم النهاردة ومناطق بتتعمل من كبرى الهات الدول في مصر المصر فيها السسمار واللي هيكون فيها ان شاء الله واللي فيها الشغل فرصة عمل اللي واعدة موجودة ببلدي فاجر انا روح عشان اموت عشان تقبط كان برا خد نص اللي هتاخده برا وتبقى عايش حياتك وسط اهلك او خد يعني اقل من اللي برا وبره مش هديك والله اللي هتاخده في مصر وانا بحلم لك بالله برا هتروح تعمل ايه والتفاكر برا هيروح يشغلك تعمل طيار هناك شكرا